السلام عليكم مشاهدين نتوقع بحول الله خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخميس تقسم مستقر بعض الأمطار متفرقة رح نسجل على أغلب المناطق الشمالية للبلاد مع درجات حرارة إن شاء الله هي الأخرى تكون فصلية وتكون نوعا ما لطيفة نشوف التفاصيل مع بعض وصورة القاملة الصناعة تنضح أن ننتشار صحب سفلة نوعا ما كثيفة محليا خاصة على السواحي الغربية كذلك على شمال الصحراء والجنوب الغربي الرياح إن شاء الله المرتقبة ليوم الثلاثة رح تكون كنا رياح قوية نسبيا بسرعة تنتقل إلى غاية 40 كم في ساعة ميز الجنوب الغربي وكذلك على وسط الصحراء أما عن حالة التقصي ليس بحتى ثلاثة تقصي مغائم جزئيا على أغلب ولايات الوطن لكن بالنسبة لسواحل الوطنية كما اللحظوا في الصورة رح تكون صحب نوعا ما كثيفة محليا احتمال أنها تمد أنطار تكون متفرقة على فترات درجات الحراء المرتقبة إن شاء الله لصبيح حتى الثلاثة نسجد 22 درجة على كل من وهران وعنابا 20 على قلمة 21 على المدية وتزوزو 18 على الجلفاتيات النعمة ومشرية 17 على مدينة البيض 23 بالجزائر العاصمة 22 كذلك على مدينة باتنات 28 على غردية 26 بورقلا 27 على مغير الوادي بسكراتو جوتو وأولاد جلال 24 على بشار بن عباس 23 على تندوف 31 على إنصلاح 32 درجة على مدينة إنكزام وبرجباجي مختار بالنسبة لظاهرة الثلاثة تقصب قدما مستقر نسبيا لأجواء مشمسة لغائمة جزئيا بعد الظاهرة سيكون هناك نشط كبير لخلايا رعدية تكون محملة بأمطار تكون معتبرة محليا على أغلب المدن الداخلية للبلاد وكذلك على أغلب المناطق الجنوبية درجة تلحى إن شاء الله لظاهرة يوم الثلاثات تكون في المعدل الفصلي درجة حراجة لطيفة بشمال البلاد كما نلاحظه في الصورة 27 إن شاء الله مرتقبة على وهران 30 على الجلفة حتى على مدينة تليمسان 39 على قلمة 29 مرتقبة على مدينة عنابة والجزائر العاصمة 30 على مدينة زوزو حتى على الجلفة 29 بمدينة البيض 35 على بشار 41 مرتقبة على كل الوادي كذلك نفس المقياس على غردية 33 على تندوف 44 على ورقلة كذلك على مدينة إنسلح 45 درجة على إن شاء الله بمدينة أدرر البحر اليوم الثلاثات يكون بحر هادئ إلى قليل إطراب خاصة على السواحل الوسطى كما نلاحظه في الصورة لأن السرعة تريح بين 20 حتى 40 كم في الساعة الرؤية ستكون متوسطة تجاه الموجة تكون شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية والوسطى ومن شمالية لشمالية غربية على السواحل الشرقية قبل الختام مشاهدينا كالعادة شوفوا مع بضحة تقص بولاية وهران بداية من يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخامس تقص ممطر إن شاء الله تكون أنطار خير حتخصها يوم الثلاثة لكن أجواء غائمة جزئيا يوم الأربعة والخامس نسجم بين 18 إلى 21 درجة خلال الصباح وما بين 27 إلى 28 درجة فقط خلال الظاهرة والختام سيكون كالعادة مشاهدينا بورقة توقيت شرق وغروب الشمس وهذا ليوم الثلاثة والخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدينا سليطي ورقة حول التقص دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم